أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الوصايا الإلهية الفقر الأولى الوصايا الإلهية بعد أن بدأ الآيات أو ختم الله الآيات السابقة التي تحدثنا عنها في الحلقة الماضية بقوله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا بيّن لنا الله سبحانه وتعالى وصايا متعددة ذكرها وصية تلو الوصية وأكد عليها يستقيم الناس على أمر الله فيسعد في الدنيا وفي الآخرة قال الله تعالى وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا تبذير الآيات إذن ربنا سبحانه وتعالى قضى بقضاء مبرم في وصايا موجهة للرسول عليه الصلاة والسلام ولكل فرد من أمته من المؤمنين به وبرسالته الوصية الأولى التي قضاها الله أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاه أي قضى بأَلَّا تَعْبُدُوا فأَن تَفْسِيرِيَّا تفسر بهذا قضى الله بأَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا العبادة الطاعة فإذا ترك الإنسان طاعة الله وأطاع غير الله في كل شؤون الحياة في علاقته مع الزوجة مع البشر بالبيع بالشراء بالأخذ بالعطاء معاملة الناس إذا أطاع غير الله من شياطين الإنس أو الجن وترك طاعة الله فقد عبد غير الله إذن أمر ووصى وقضى ربك ألا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَحْدَهُ لَا يُطَاعْ فِي مَعْصِيَهِ من استحل معصية الله فأطاع غير الله من أهوائه وشهواته أو البشر فقد جعل هذا المطاع من الهوى أو من البشر شريكا لله وعبد غير الله ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وجاء بعد هذه الوصية الأولى قضى ربك ألا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا يَدْ위َنْيَا إِلَّا إِلَّا إِيَّا فهذه طاعة لله وليست عبودية للوالدين فالوصية الثانية وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَا إحسان مصدر يعني أحسن بالوالدين إحسانا أمر ربك بالوالدين إحسانا أن تحسن لهم إحسانا كقوله تعالى في الآية الأخرى في سوة القمان أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وهنا يقول الله سبحانه وتعالى يوصب الوالدين ويفصل الوصية بالوالدين حتى يفهمها وإن كان مع الأسف مع الشروح والتوضيحات الربانية لا ينتبه بعض الناس إلى توضيح العلماء في التفسير للقرآن واحد مصري بيقول له لا أستاذنا ذكر لنا هذه الحاسن قال له أنا ضربت أبوي ضرب قديته بالألم يعني خبطوا خبطة ما يكري بس ما قلتش أف إزاي أنه أف حرام ربنا قال ولا تقول لهما أف هذا المسكين الكلمة البسيطة حرمها الله أن يقول لأبوي ولد ضربه ما قال أف إما يبلغن عندك الكبرة أحدهما أو كلاهما فلا تقول لهما أف قال العلماء لو كان هناك شيء أخف من كلمة أف لناها عنها الله أف اللي بتضلع بتضلع تلجر جوز كنا بتخدم والديك تنظفه أو أحدهما فلا تتأفف لا تشعرهم أنك مسعوي منهم لقد قام بخدمتك وأنت صغير فنظفوك وحملوا أوزاء أوساخك وأخزارك وتحملوا صوتك وعياطك ومكائك لا تقول لهما أف ولا تنهرهما واحد كان يحبه أبوي أمه مرضت وأصابها المرض صاعدت تخلط مرة عليها أسبوع صاعدت تخلط فيعيط عليها صرعتين اسكتبها الله يقول ولا تنهرهما لا تصحب وجهما سأو كانوا يعقلان أو يعني ذكرت ضعفت ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما قولا كريما القول الكريم الذي فيه اللطف والحسن والذي يعني يزيل عن قلب الأبوين كل شيء يعني يتألمان منه نفسيا فهذا في القول الكريم تعظيم لهما وتكريم لهما ثم يقول سبحانه وتعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرة الجناح يشبه الله سبحانه وتعالى الانسان الطائر الطائر اللي رفرف اجداحه هكذا تواضعا لأمه حتى تلفه أو الأم عندما تخفط بجراحيها على صغيرها من أجل أن يعني تلطف الجو عنه إذا كان حار أو من أجل أن تشمله بالدفئ إن كان برد فيشبه هذا العمل لخفض الجناح الانكسار أمام الأبوين ولكن يوضح هذا الانكسار جناحة ذل من الرحمة فليس ذل ضعيف مهين لما بتسلط علينا ظالم وبعزب وبضرب كما عم بشوفه وسائل التعزيج في القرن العشرين لعنة الله على الظالمين عندما كنا صغار يقولون إذا واحد اتهم واحد بالزنا يجلد 80 جلدي الإنسان يجلد حيوانه لا يجلد لأنه أسائله إذا جلده الإسلام عيب ما بصير أما يشتموا نبينا ويدخلوا إلينا ويظلمونا ويصلتوا علينا عملاءهم فيجعلونهم بالانقلابات العسكرية حكامنا يرهبوننا يأخذون الشاب أو المرأة يضربونها حتى تموت من التعذيب والقتل لا يا أخي هذا حرية وشعارهم في نص حرية الذي فهمه الأطفال الصغار فوضعوا على حق حرية من فوق نقطة هاي حرية هاي ألا لعنة الله على الظالمين صدق الله العظيم فربنا يقول واخفضنهما جناح الذل ليس ذل الضعيف الخاضئ الخانع لا من الرحمة من رحمتك بهم تريهم هذا التواضع تشعرهم بأنك متواضع أمامهم كأنك ذليل ولكنك عزيز لأنك تنفذ أمر الله وترحم والديك كما وضع الله في قلوبهم والرحمة عليك فخرجت من بطن أمك دون لباس ولا طعام فأذر لك الضرع وهيئ لك والداك ما يكسوك رحمة الوالدين وأنت ترحمهما عندما يكون ضعيفين مثلك فتخدمهما وتساعدهما وتساعدهما ولا تمتنع عن القيام بأي شيء يدخل السرور على قلبهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا قل أيها الإنسان المؤمن الذي تؤمن بما أنزل الله وبما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم لك قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا أدعو لهما بالرحمة إن كانا عجوزين باقيين وادعو لهما بالرحمة إن ماتا وانطلقا للدار الآخرة من أجل ماذا تتذكر فضلهما عليك وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا تتذكر نفسك وانت كنت صغير واذا كنت لم تتذكر وانت متزوج وعندك طفل صغير تذكر وضعك كما كان يفعل أبويك مع ابنك الصغير ماذا أنت تفعل كيف تتعب من أجله كيف تترك المنام لينام رجل كنت أو امرأة يعني أب وأم كيف تسعى هنا وهكذا وهكذا لتجلب الرزق وتطعمه ولا تسعد حتى يسعد لا تضحك حتى يضحك ابنك رب الحمهما كما ربياني صغيرا وقد جاء في برد والدين أحاديث كثيرة وانت ذكرت أكثر من مرة التفسير بالمأثور هو أن تفسر القرآن بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام روى الترمذي والحاكم من طرق متعددة عن أنس وعن غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر المنبر المكان يخطب فيه يوم الجمعة صعد المنبر ثم قال آمين 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 ثلاث مرات قيل يا رسول الله على ما أمنت لماذا تقول آمين آمين معناها استجب يا رب قال أتاني جبريل فقال يا محمد رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليك رغم أنفه يعني ذل والتسق بالتراب رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليك قل آمين جبريل يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قل آمين فقلت آمين ثم قال يا محمد رغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم خرج فلم يغفر له يا رطي ما صام رمضان هذا ما بحكي عنه صاموا ما صاموا كمان ما صاموا ما بغفر له في ناس صموا ما بغفر ولا يغفر زلوبهم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به شهادة الزور يعني فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه يعني كان مصار جبريل يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم خرج يعني انتهى الشهر فلم يغفر له أنتبهوا للعبادة والطاعة والرجوع إلى الله في شهر رمضان حتى يغفر لكم قل آمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت آمين ثم قال رغم أنف رجل أدرك والديه أو أحدهما أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قل آمين فقلت آمين إذن أيها المؤمن سواء كنت صغيرا أو كبيرا إن كان والدك أو أحدهما حيين فلم تدخل الجنة ببرهما وطاعتهما ودعائهما زللت والتسق أنفك بالتراب يعني اخسرت كل شيء وروى الإمام أحمد عن أبي مالك القشيري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك والديه أو أحدهما ثم دخل النار من بعد ذلك فأبعده الله وأسحقه وفي رواية يقولها النبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله إلى موسى أن يا موسى من بر والديه وعقني كتبته برا ومن عق والديه وبرني كتبته برا معق الله يعني كفر لا مؤمن بالله بس له زنوب ولكن باربي والديه الله بغفر له دخل الجنة له بعض من من ليس له زنوب وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنه قال رغم أنفو ثم رغم أنفو ثم رغم أنفو رجل أدرك أحد أبويه أو كلاهما عند الكبر ولم يدخل الجنة وعن معاوية ابن جاهمة السلمي أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أردت الغزوة وجئتك أستشيرك فقال فهل من أم فهل لك من أم قال نعم قال النبي عليه الصلاة والسلام فالزمها فإن الجنة عند رجليها أنا شهدت والدي كان يقبل رجلين والده جدي كان بالفراش وكان كل يوم يأتي صباحا فيقبل رجله مو يده ليس زلا وليس عبودية لغير الله ولكن لأنه يعلم أنه لا يمكن أن يؤدي فضل والده أو والده روى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة عن مالك بن ربيعة السعدي قال بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من الأنصار فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما به؟ قال نعم فيه بتختبر بعد موته بعد موته نعم خصال أربع الصلاة عليهما والاستغفار لهما الصلاة عليهما يعني الدعاء لهما والاستغفار عنهما يعني تطلب من الله أن يغفر زنوبهم وإنفاذ عهدهما إذا وصلوكوا بشيء بتنفزوا وتقول ماتوا خلاصنا منهم وإكراموا صديقهما الأشخاص اللي محبوهم أبوه أمه لازم يبرهم نيابة معنى أبوه أمه واصلة الرحم التي لا توصل إلا من قبلهما يوصلهم بالمال إذا كانوا فقراء أرحموا يعني قبل أبوه قبل أمه أعمامه وعماته أولاد أمه أولاد أمه أولاد أخاله وخالاته هذا كله أرحم فعليه أن يبرهما وصلهما ما حسن يوصلهما بالمال يوصلهما بالكلب الطيبة فهو الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما يعني هذه الخصال الأرحم وروا الحافظ البزار في مسنده عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجلا كان في الطواف حاملا أمه يطوف بها الطوفة حول الكعبة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل أديت حقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ولا بزفرة واحدة يعني هي حملة فيك وعبتولد وتألم كذا مولوح بزفر زفرات من ألمه زفرة واحدة من هالزفرات ما أديت حقه وهذا وإن كان في إسنادي ضعف ولكنه يدل على أن فضل الوالدين لا يمكن للولد مهما عمل أن يوفي حقهما فإذا استقام على أمر الله وعمل ما يستطيعه تجاه والديه فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له إن وقع منه نقص ثم يقول سبحانه وتعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم يعني بيعرف أنتم تبرون والديكم وتحسنون إليهما من مصطحة أو لله شو لمصطحة الأولاد يا أخواتي في واحد منهم ببربك على الوالدين ما ببرون داب زعبر عليهم بيبكي والله ما عندي مال وكذا وده شو والد وهنا هو كذاب عنده ما يستطيع أن يعيش والديه بخير ونعمة وكذا ولكن لا يريد أن يعطي له والديه ولا يريد أن يستفيداني منه فالوالدين بنغشوا وظنوا هذا والله بحبهم واحد تاني ما عندهم كان يتمان يبرهم كذا بقى طعموا طعموا والديه بس ما بيستطيع يعطي الكثير فيظن الوالدين أن هذا يعني ما بيتبرون هذاك برون أكثر ربنا عبولي بيعرف أنت عبتبر والديك لله بإخلاص ولا ألك مصلحة مشان تأخذ منهم مال أنا أعرف واحد كان حالته طيبة وغني يجي تبقبك أمام أبو أمي يخذه مسراتون هاي مام مسراتون الزماية حق الورسة حق الكل الشطارة هو هنع بيعطوه قال هو أنا هنع بيعطوه إيش أساوي إيش الساوي الله بيعرف إيش عبتساوي ربكم أعلم مما في نفوسكم إن تكونوا صالحين مستقيمين على أمر الله فإنه كان للأوابين غفورا لو يقع منك تقصير نوعا ما بالنسبة لوالديك وأنت تريد الخير ولكن قصرت قصفل عنك أو أنت تريد خير فإذا به يعني نعكس بالضرر عليه ومع تزارت إلى آخري فإنه إن الله سبحانه وتعالى كان للأوابين غفورا للرجعين إلى الله والمستقيمين على أمر الله فالأوب الرجوع إلى الله ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يعود من سفر كان يقول آيبون تايبون الأوب الرجوع آيبون تايبون عابدون لربنا حامدون ربكم أعلم مما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا سبحانه وتعالى يغفر لمن يرجع إلى الله ويتوب عن ذنبه يقول الرسول صلى الله التائب من الذنب كمن لا ذنب له ويقول عليه الصلاة والسلام كل بني آدم تواب وغير الخطائين التوابون أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وذنوب المسلمين ويردنا إلى الحق ردا جميلا والحمد لله رب العالمين أفلا يتدبرون مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر